السلام عليكم من خلال هاد الفيديو الاستثنائية غادي نقول لكم مجموعة دي المستجدات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل اي بالنسبة للموسم الدراسي الفين وعشرين الفين واحد وعشرين فوفق البلاغ اللي صدر في الموقع الرسمي للوزير سعيد انزازي فتم تحديد مجموعة دي النقاط ومن بينها تأجيل امتحان الجهوي لوقتي اللاحق يعني امتحانات اللي كنتم معاولين عليها في يومي اربعة وخمسة من شهر شوتنبير فتم التأجيل ديالها فوقاش غادي تدوزو لا فوقاش غادي تزتازو المتحان فهد المسألة هدي ما زال ما تمش الحسم فيها في انتظار بلاغ جديد ولا تصريح ديال السيد الوزير النقطة التانية ايضا هي تأجيل الدخول المدرسي ليوم سبعة شوتنبير بالنسبة لجميع الاسلاك يعني عواد ما يكون في بعض الاسلاك البداية ديال الموسم في واحد من شهر شوتنبير فتم تأجيله سبعة ايام لاحقا يعني يوم سبعة شوتنبير عاد غادي تتم يتم الدخول المدرسي طريقة او الصيغة اللي غايتم بها الدخول المدرسي فسيتم اعتماد تعليم عن بعد كصيغة اولية يعني مبدئيا في البداية ديال الموسم فغايكون تعليم عن بعد لا داعي انكم تمشيوا للمؤسسة ولكن الى بعد الاباء فضلوا انهم يتمدوا تعليم حضوري اي انهم يبعتوا لابناء ديالهم المدرسة ويلتحقوا بالاقصام الدراسية فغادي تم الاستجابة لهذا الرغبة هذي وغادي يوفروا اساتي دالي غادي يعطيوا دروس حضورية للتلاميذ تفاصيل ديال كيفاش غادي تم تعليم الحضوري بنسبة للموسم الدراسي المقبل فغايتم الاعلان عليه في الايام المقبلة القادمة ما يهمنا من هذالفيديو هذي هو ان المسيحان الجهوي تأجل لوقتي اللاحق